لا يبدو أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن منقسمة فقط بشأن إيران لكن انقساماتها تبدو أعمق في اليمن حيث وجه مسؤولون في إدارة بايدن أن سياسة إدارة بايدن تجاه اليمن تتعرض لانتقادات شديدة من الكابيتل هيل، الكونغرس وحلفائهم والمسؤولين رفيع المستوى وفي مقال مشترك بصحيفة وولثري جورنل كشف مسؤولان أمريكيان أن إدارة بايدن شطبت الحثيين من قائمة الإرهاب في محاولة لاسترضاء إيران وشدد الدبلوماسيان الأمريكيان أن تساهل إدارة بايدن مع الحثيين مكن إيران من انتهاز الفرصة لتسليح وكيلها اليمني وحتى أيضا تدريبه وقدم تسعة أعضاء جمهوريون في مجلس الشيوخ مشروع قانون يطالب البيت الأبيض بإعادة الحثيين إلى قائمة الإرهاب كما دعمهم بعض الديمقراطيين وبحسب المسؤولين الأمريكيين فإن الدبلوماسيين الموالين لبايدن مازالوا مترددين وذلك لإرضاء إيران من جديد في محاولة يائسة للعودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015 في المقابل بررت وزارة خارجية بايدن شطب الحثيين من القائمة بأن العقوبات المفروضة على الحثيين قد تعوق تدفق المساعدات الإنسانية إلى الأراضي اليمنية كما دانت إدارة بايدن مرارا وتكرارا الحثيين على هجماتهم ضد المدنيين في المملكة العربية السعودية وهجماتهم على ممرات الملاحة الدولية والاستلاء على السفارة الأمريكية في اليمن وفي أكتوبر الماضي دانت وزارة الخارجية الأمريكية الحثيين لعرقلة حركة عمال الإغاثة والمساعدات الإنسانية واعتبر المسؤولين الأمريكيين أن السياسة الأمريكية في اليمن حاليا ليست سوى توثيق عنف الحثيين الذي تصاعد منذ أن تولى بايدن منصبة ترجمة نانسي قنقر